مكاتب المراجع بؤر فساد وحقارة ووضاعة ودناءة وخصة ونذالة بشكل عام أتحدث عن مكاتب المرجع الأعلى السيستاني وعن سائر مكاتب المراجع الآخر وكلاء المراجع الذين أذنوا لهم في تولي عملية التطليق لمرأة لزوجة كالتي أتحدث عنها تعاني من مشكلة كالتي هي مدار الحديث في هذه الحلقة إذا ما راجعت مكاتب هؤلاء المراجع فإنها ستواجه فسادا واضحا وصريحا أول شيء لا بد أن نعرفه فإن مكاتب المراجع هذه تكون مع القوي إذا كان الزوج من عشيرة من أسرة معروفة إذا كان غنيا إذا كان على علاقة ببعض الشخصيات التي ستكون وسيطا فيما بينه وبين مكتب المرجع إذا كان إذا كان فإنهم سيقفون مع الزوج وإذا كان الأمر معكوسا الزوجة هي التي من أسرة غنية من أسرة لها علاقة قوية بالحكومة فإنهم سيقفون بجانب الزوجة ضد الزوج القضية لا علاقة لها لا بالشرع ولا بالحق ولا بالدين مراجع النجف وكربلاء مكاتبهم لا علاقة لها بالدين أساسا المعمم لا علاقة له بالدين المعمم كائن فاسد كاذب حقير لا علاقة له بالدين هكذا أعرفه المعمم حيوان ناطق كذاب إذا كان الفلاسفة والمناطقة يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق ضاحك فإنني أعرف المعمم على الإطلاق من دون استثناء إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك المعمم حيوان ناطق كذاب المعمم مرجئي 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 إذا سألت عن البتريين وعن المرجئيين في زماننا فكل معمم مرجئي كل معمم وكل معمم بتري من دون استثناء إلا إذا قامت الأدلة على خلاف ذلك من دون أن تقوم الأدلة على خلاف ذلك فكل معمم مرجئي كل معمم هو عدو لصاحب الزمان إلا إذا قامت الأدلة على خلاف ذلك أتحدث عن عداء فكريين أتحدث عن عداء المنهج صاحب الزمان هو الذي أرسل إلى شيعته رسالته التي تقول طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وحوزة الطوس قطعا قطعا وبدرجة مئة بالمئة تطلب المعارف من غير طريق أهل البيت هذا الأمر أثبته بمئات ومئات من الساعات ومئات ومئات من الوثائق يمكنكم أن تعودوا إلى برامج كي تتأكدوا بأنفسكم من هذه الحقائق على عينك يا تاجر لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني وإنما احترموا عقولكم وعودوا إلى تلك الحقائق والوثائق والأدلة والشواهد والحجج والبراهين وعودوا إلى مصادرها وتأكدوا من ذلك بأنفسكم لا تعتمدوا على كلامي أنا مصدر معلومات فقط فمكاتب المراجع يكونون مع القوي إذا كانت المرأة ليست قوية حتى وإن كان الحق معها فإنهم سيقفون مع الزوج هذه جهة وجهة أخرى إذا كانت المرأة جميلة فاتنة مثيرة فإنهم يمارسون الزنا معها قبل التطليق يضحكون عليها ويقولون لها منذ متى أنت لم يقترب زوجك منك فتقول منذ سنة منذ سنتين يقولون لها لا يجوز لك ذلك لماذا تحرمين نفسك من حق المتعة الجنسية بإمكانك أن تتمتع جنسيا الآن حتى قبل التطليق ويزنون بالنساء هذه القضية ليست واحدة أبدا أبدا هذه مئات القضايا مئات القضايا أتحدث عن مكاثب المراجع ولا يطلقون المرأة بعد ذلك لا يطلقونها يزنون بها ولا يطلقونها يضحكون عليها أو أنهم يقولون لها من أنك طلقت كذبا عشرات بل مئات من الحوادث في مكاتب السفالة والحقارة أتحدث عن مكاتب مراجع حوزة النجف وكربل ومثل ما قلت قبل قليل هؤلاء ما هم بحكام شر لا شرعية له هؤلاء بتريون مرجئيون مقصرون دينهم لا علاقة له بدين محمد وأهل محمد ربما التي يسمعنني الآن لا يتفقن معي على هذا الكلام أنا لا أبالي أنا لا أبالي أنا لا أبالي بمن يتفق معي أو بمن لا يتفق معي أنا أنقل لكم ثقافة العترة الطاهرة أنتم عليكم أن تتأكدوا من صحة قولي أنا أنقل لكم الحقائق كما هي أتيكم باللبن من ضرع أمه لا أريد أن أفصل كثيرا في مفاسد مكاتبي السستاني وغير السستاني إنها مكاتب الحقارة والسفالة والوضاعة والنذالة بالضبط مثلما الأمين العام للعتبة العلوية الذي هو ممثل المرجعية السستانية يزني بنساء موظفي العتبة العلوية وحينما يخبرون محمد رضا السستاني بما يفعل يرفض إقالته يرفض إخراجه لأنهم يتسترون بمثل هؤلاء الفاسدين الحكاية ذكرتها لكم فيما سلف إلى أن هددوه مجموعة من وجهاء النجف أن يقتلوا الأمين العام مع النساء التي معه أن يهاجموا الموضع الذي يزني فيه هو جزء من البنايات التابعة للعتبة العلوية وكان الذي كان الأمر هو هو يجري في مكاتب العتبة الحسينية الزنا واللواط منتشر في هذه المؤسسات فما هو بغريب حينما تأتي امرأة لا يجدون معها شخصا قويا وهي جميلة مثيرة فاتنة بل حتى لو كانت دون ذلك هؤلاء نفوسهم دنيئة حقيرة هؤلاء يحملون نفوسا هي أكثر وضاعة من الكلاب أنا أتحدث عن المعهممين أنا أعرفهم ما أنا جزء من هذا الواقع أنا أعرفهم فهؤلاء الوكلاء الحقراء السفلة من وكلاء المراجع يزنون بالنساء قبل أن يطلقهم والبعض منهم يشترط عليها أن يطلقها بهذا الشرط إذا ما أتمت العدة فإنه يتزوجها متعة وإذا كانت جميلة يقفون صفا عليها يقفون صفا عليها فيبدأ الأمر بمسؤول المكتب وهكذا إلى بقية المعممين الكلاب المنحطين في مكاتب مراجع حوزة الطوسي مراجع حوزة النجف وكربل أنا لا أحدثكم عن خيال أنا أحدثكم عن حقائق وصدقوني إذا أردت أن أتحدث بالأسماء وبالأرقام فإني لقادر على ذلك لكنني لا أريد أن أدخل في التفاصيل وإنما ذكرت هذا على سبيل المثال إذن الحل الإضطراري الأول أن ترفع الزوجة أمرها إلى هؤلاء السفلة لكن عليها أن تحتمي بشخص من أقربائها وأن يراجع هو فيما يرتبط بقضيتها وإلا فهذه المكاتب ليست مؤتمنة هذه مكاتب سفالة وحقارة ووضاعة ودناءة ونذالة نعم نعم كما يقول الحيدري وهو ينتقص من إمام زماننا نعم 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 هذه مكاتب النذالة والحقارة والوساخة إنها مكاتب مراجع حوزة النجف وكربلع من المرجع الأعلى السيستاني وإلى المرجع الأسفل الجميع على طريقة واحدة من القذارة والحقارة والوضاع هذه التعابير كبيرة عليهم هذا متح لهم لأن سفالتهم أكثر بكثير مما حدثتكم ومما ذكرته قبل قليل نذهب إلى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس فإذا ما استطاعت أن تحصل الزوجة التي تطلب الطلاق أن تحصل الطلاق من هذه المكاتب فذلك شيء حسن كي تقطع السنة الناس التي ستمزقها تمزيقا إذا لم تطلق من خلال هذه الجهات الفاسدة مجتمعنا مجتمع فاسد حقير وسخ هو نتاج تربية مراجع الشيعة إنها التربية الحقيرة الوضيعة الوسخة ماذا نتوقع من المراجع البتريين المرجئيين لا نتوقع إلا القذارة والوسخة وهذا هو الذي ينعكس في مجتمعنا فلأجل أن تقطع المرأة الألسنة القذرة للمجتمع الذي تعيش فيه وهو من تربية مراجع القذارة والسفاهة والسخافة في النجف وكربلا فعليها أن تحصل الطلاقة من تلك الجهات وإلا وإلا فليس هناك من أمر شرعي يجبرها أن تعود إلى هؤلاء بإمكانها أن تذهب إلى المحاكم المدنية إن كانت في دولة تتوفر فيها المحاكم المدنية فإذا ما طلقت فإنها تستطيع أن تبدأ حساب عدة طلاقها من الوقت الذي يُعلن في المحكمة المدنية طلاقها بشكل قانوني رسمي الضرورة هي التي تحكم بذلك أئمتنا صلوات الله عليهم منعون وبشكل واضح أن نلجأ إلى غير الحكام الشرعيين الذين نصبوهم لكنهم في الوقت نفسه أجازوا لنا إذا كانت الظروف قاهرة أن نترافع في المحاكم الأخرى أصلا أجازوا لنا أن نترافع عند المحاكم الناصبية التي يألعن تريليون مرة من المحاكم المدنية أجازوا لنا أن نترافع كي نصل إلى حقوقنا أن نترافع عند المحاكم الناصبية التي هي موطن من مواطن اللعن فإمامنا الصادق رأى بعض أصحابه جالسا عند قاض من قضاة النواصب لما التقى به بعد ذلك قال له رأيتك جالسا عند فلان القاضي وهو من أقربائه الإمام قال له هذا مكان يمكن أن تحل فيه اللعنة في أي وقت فإذا كنت جالسا فإن اللعنة ستنزل عليك المحاكم الناصبية مواطن لعن ولكن مع ذلك فإن أئمتنا في الظروف الحرجة والقاهرة أجاز لنا أن نحصل على حقوقنا من خلالها المحاكم المدنية هي أهون من المحاكم الناصبية فيجوز للمرأة أن ترفع أمرها إلى المحاكم المدنية وأن تحصل طلاق من خلالها نصيحة أن تحصل الطلاق من خلال مراجع الشيعة كي تقطع ألسنة الناس لكن من الجهة الشرعية ليس هناك من اشتراط في أن تعود إلى هؤلاء هؤلاء ألعنوا من النواصب إمامنا الصادق يقول من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه رواية التقليد التي ذكرها لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف فإن لم تتوفر المحاكم المدنية فبإمكانها أن تترفع إلى المحاكم الناصبية إلى المحاكم التي تدين وتحكم بفقه نواصب السقيفة بن ساعد فإذا ما حكموا لها بالطلاق فإنها تبدأ حساب عدتها من اليوم الذي أعلنوا فيه طلاقها هذه حلول إطرارية ولا بد أن تلتفت من أنني تحدثت عن مسألة خاصة إمرأة تريد الطلاق لم يطلقها زوجها عنادا لإيذائها أو لإيذاء أطفالها الذين هم أطفاله ولكنه يريد أن يؤذي أطفاله أو لإيذاء أسرتها لعداء لمشكلة فيما بينه وبين أسرتها لم تستطع أن تحصل الطلاق من زوجها ولم تنجح في تحصيل الطلاق من خلال المنظومة الأسرية والاجتماعية وليس هناك من محكمة شرعية حقيقية وليس هناك من حاكم شرعي حقيقي من فقهاء الشيعة في زمان الغيبة وهي لا تريد أن تصبر تريد أن تواصل حياتها تريد أن تخلص نفسها من تلك العلاقة السخيفة البائسة مع زوجها ليس أمامها إلا هذه الحلول الإضطرارية الحل الأول أن تعود إلى مراجع الشيعة عليها أن تتحمل وعليها أن تحمي نفسها من فسادهم ومن حقارتهم ودناءتهم أنا أنصحها بهذا كي تقطع ألسنة الناس من حولها لا من جهة شرعية إذا ما ذهبت إلى المحاكم المدنية فذلك أفضل أو ذهبت إلى المحاكم الناصبية فذلك أفضل أفضل من المحاكم الشرعية الشيعية التي تكون تابعة للأوقاف الجعفرية في هذا البلد أو في ذاك البلد باختلاف البلدان التي يتواجد فيها الشيعة خلاصة الأمر حينما لا تتوفر الأسباب الشرعية الأصلية لطلاقها ولا تريد أن تصبر وأن تنتظر الفرجة في قادم أيامها بإمكانها أن ترفع أمرها إلى مراجع الشيعة لا لأنهم جهة شرعية لأن المجتمع يعتقد فيهم ذلك فإذا ما أعلنوا طلاقها فإنها ستقطع السنة الشيعة من حولها عنها وإلا فبإمكانها أن ترفع أمرها إلى المحاكم المدنية أكانت في دولة مسلمة أم كانت في دولة مسيحية أم في أي دولة أخرى الأئمة أجاز لنا أن نترافع عند محاكم النواصب إنها مواضع اللعن ومواضع الغضب الإلهي فبإمكانها أن تترافع إلى المحاكم المدنية وأن تأخذ طلاقها وأن تكون حرة من علاقتها بزوجها وبشكل شرعي صحيح أن المجتمع يرفض ذلك وأن أصحاب العمائم الذين يريدون أن يزنوا بها قبل أن يطلقوها يرفضون ذلك هؤلاء السفلة هؤلاء السرسرية الهتلية أنا أتحدث عن حقائق أنا لا أفتري على أحد والذين يعرفون ما يجري في الكواليس يعرفون من أن الأمر أفسد من كل هذا الذي ذكرته من أن الأمر أقبح وأشر من كل هذا الذي ذكرته وكثير من النساء ممن ابتلين بمشكلة كهذه المشكلة اصطدمنا بهذا الواقع الفاسد الفاجر إنه واقع مكاتب مراجع حوزة النجف وكربلا لا تف على مكاتبهم وتف على فسادهم وتف على وكلائهم الحقراء نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخراس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرأيات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستخيم لأهمية المسألة هناك مجموعة مطالب لابد أن أشرحها ولابد أن أبينها أريد أن أحدثكم عنها بشكل واضح لذا فإنني سأأجلها إلى حلقة يوم غد وأكتفي بما ذكرته في حلقة اليوم فقد بينت لكم مضمون الزواج وشكله وبينت لكم مضمون الطلاق وشكله وحدثتكم في تفاصيل الحلول الشرعية وفي تفاصيل الحلول الإضطرارية لكن بقي عندي كلام بحاجة إلى شرح وبيان الوقت لا يساعدني أن أدخل في تفاصيل هذه المطالب لذا سأتركها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى وأهم وأهم هذه المطالب أريد أن أحدثكم عن الحاكم الشرعي الذي نصبه لنا أئمتنا وَأُقَارِنَ عطّسي وليس على دين الصادق وشرع الصادق صلوات الله وسلامه عليه نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله